السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نتعرف هذا الفيديو على كل الطب الأسنان FMD الأهدف جل الكلية والمباراة وطريقة الترشيح وملف الترشيح بالنسبة لأهدف التكوين يهدف التكوين إلى إعداد أطر عليا متوفرة على رؤية متكاملة لأمراض الأسنان والفم من جوانبها تشخيصية والعلاجية وكذا إعداد أطر تقنية متخصصة وتقنية مساعدة في مجال طب الأسنان مدة التكوين والديبلوم تدوم الدراسة 6 سنوات يحصل بعدها الطالب متخرج على الدكتورة في طب الأسنان مهنكة ملحوظة ليسمح للطالب بالتكرار إلا مرة واحدة في السلك الأول السنة الجامعية الأولى والثانية سروط الترشيه يشترط في المطرش أن يكون مسجلاً بالسنة النهائية من سلك البكالورياء لسنة الترشيه في شعبات العلم الرياضية أو شعبات العلم التجريبية أو ما يعادله كيف يتقبول؟ هناك انتقاء أولي بناء المعدد العام 75% الامتحان الوطني و 25% الامتحان الجيهوي اختبارات كتابية المقبولة في الانتقاء الأولى في المواد التالية الفيزياء والرياديات علم الحياة والأرض والكيمياة المعاملات هو واحد لكل مادة لمدة الزمانية 30 دقيقة نصرة الترشيه بعد فتح باب الترشيه يتم تسجيع البوابة الإلكترونية للكلية المعنية بالأمر و في حالة وجود صعوبة يتعلي على مترشيح اتصال بمصلحة شؤون الطلابية بالكلية المعنية النسخ الإشعار الإلكتروني يعني بعد التسجيل في الموقع يتم نسخ طبع الإشعار الإلكتروني المتوصل به بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية هناك أيضا تكوينات أخرى تحضير الدبلوم الجامع للتكنولوجيا التخصص مساعد طبيب الأسنان مدة تكوين سنتان سرط الترشيح بكالورية علمية كيفية القبول هناك انتقاء بناء العلماء الدل العام لإمتهاء البكالورية ملف الترشيح نسخة طبقة الأصل من شهات البكالورية شهات رمدرسية تحميله رقم الوطني للطالب ضرفان متنباران يحملان اسم وعنوان المترشيح نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بطاقة التجيل الأولى عبر الانترنت الأولى عبر الانترنت تحضير الإجازة المهنية التخصص نعم ثلاث سنوات مدة تكوين سورة الترشيح بكالورية كيفية القبول هناك انتقاء بالنسبة للملف الترشيح هناك طلب خطي نسخة من شهات البكالورية نسخة من كشف النقاط أضرفة متنبارة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بطاقة التجيل الأولى عبر الانترنت سلك الماستر ماستر انبيولوجي اماتيغيو ان ميليو بيقال بالنسبة للعنوان المؤسسة هناك كلي الطب الأسنان بالريباط أيضا بالضار البيضاء كما تلاحظوا العنوان الضار البيضاء نتمنى ان شاء الله بالتوفيق للجميع ولتبخلوا علينا بأسئلتكم ومشاركتكم في القناة شكرا جزيلا شكرا